لكل فعل رد فعل رد فعلكم ينم من الواضح ينم عن غضب وإحباط ربما فما الفعل الذي دفعكم لرد الفعل هذا حياك الله وحيا جمهورك الكريم شكرا لقناة التغيير شكرا للسلطة الرابعة التي كان لها اليوم موقفا وطنيا شجاعا حقيقة هناك تراكمات منذ مدة نحن طالبنا بمطالب بسيطة جدا لا تستوجب كل هذه الضجة الإعلامية وتقديم الاستقالة ولكن كنا نتوقع أن الأمور تسير بشكل هادئ طالبنا فقط بفتح مختبر نظم المعلومات الجغرافية ومنذ سنة ونص نحن نكتب مذكرات إلى رئيس القسم السابق وإلى الحالي بدون جدوى وصدر أمر من رئيات الجامعة بإقامة دورات في نظم المعلومات الجغرافية لكن للأسف لم ينفذ الأمر مما اضطرنا إلى أن نضغط كثيرا باعتبار أننا بلد ديمقراطي ونؤمن بالتظاهر والاعتصام فقدمنا طلب إلى سيدة رئيسة القسم وأخبرناها أنا وزميلي بأنه إذا ما تفتحون المختبر قسم الجغرافية لنظم المعلومات الجغرافية أمام طلبة الدراسات العليا والأولية ويتم تغيير اللجنة العلمية التي مضى على أعضاؤها أكثر من عشر سنوات سنقوم باعتصام وكنا قضية الاعتصام نريدها ورقة الضغط لتنفيذ المطالب لا أكثر فمن تنظرين إلى هذه المطالب مطالب غير الشخصية مطالب علمية إلى الجامعة وكنا نتوقع أن يرسل علينا الأخر المسؤولين في الجامعة أو في الكلية ويشكرون على هذا أو يستمعون إلى رأينا لكنه اتفاجأنا ب أنه إذا ما تسكتون ترى نحلكم إلى لجنة قانونية ولجنة تحقيقية مما اضطرنا إلى الذهاب إلى الجامعة وقابلنا رئيس الجامعة ووعدنا خيرا واتفاجأنا بعد يومين بلجنة تحقيقية من قبل الكلية ولجنة تحقيقية أخرى من قبل الجامعة لأنه أحنا أقمنا اعتصام نفذنا كلمتنا وأقمنا اعتصام وقالوا هذا غير صحيح ومخالف للدستور قلنا لهم نحن ربما نجه للدستور ولا نفهم به ولكن نحن طالبنا بمطالب عامة كنا نتمنى أن تشكرون على ذلك بعدها صارت صار عندنا اجتماع في مجلس القسم وكانت توجيهات من رئيسة القسم إلى أسادذة الدراسات العليا وأنا من ضمنهم بأنه أنا رح أرسل لكم مقررة الدراسات العليا تأخذ غيابه وحضور عليكم فطبيعي هذا الموضوع غير لائق بالأستاذ الجامعي وغير معمول به أيضا بالجامعات العربية والعالمية فما بالك أن نقوم بعمله بهذا المجال خاصة نحن نتعامل مع أسادذة بمرتبة برافيستو من صار هذا الكلام أكو كلام آخر شخصي تحدثنا مع المسؤولين بإدارة الكلية قلنا لهم إذا كانت الدكتورة أو الرئيسة القسم تتعامل بهذه الملفات إذا نشوفوا الملفات الأخرى التي لا أريد أن أتحدث عنها الآن فوجينا باجتماع رسمي مرة أخرى وإذا الدكتورة تقول بأن هناك أستاذ أو أسادذة قطعوا سبيل المعروف وأنا مستواي لا يسمح لي بأن أتنازل إلى مستواهم وأن هؤلاء الأسادذة ينقنقون ويجوعرون يعني أجلكم الله أسألي نقنق معروف لجوعر الحولي فلما إداري يوصف بروفيسور بأنه حولي ويجوعر بالكلية أعتقد هذا كلام غير مقبول لا يمكن أن يقبله أحد في الإدارات الجامعية بعدها بدأت مضايقات أخرى أنه تمسح بالدراسات العليا بحجة أنني قدمت قبل سبعة أشهر الاعتذار عن الإشراف والتدريس والمناقشة وأعلن ذلك حتى في وقتها في الشرقية ولكن بعد بداية السنة يعني يوم واحد تسعة أجمع باشرنا بالدوام كان هناك استدعاء لي من قبل اللجنة العلمية ورئيسة القسم وصار حوار بأنه يجب أن تترك هذا الموضوع وترجع للدراسات العليا وأنه طلابك مع دم أستاذ فاستجبت لطلب الأخوة في أعضاء اللجنة العلمية ولرئيسة القسم نزل اسمي بالجدول أعطوني طلاب في الدراسات العليا في الدكتوراه وفي الماجستير وصار لي ثلاثة أسابيع أعطيهم محاضرات يوم أمس اكتشفت بأنه تم سحب الدراسات العليا مني وتوقيع الكتاب القديم علما أني لم أقدم أي كتاب جديد حول طلب عدم التدريس في الدراسات العليا دكتور لو سمقتني بالمقاطعة هنا ما جرى معكم من قضية استعرضتموها ربما الآن هل تعتقدون أن ما يجري هو استهداف شخصي ماذا عن وزارة التعليم العالي وهي التي يفترض أن تكون الغطاء لكل هذه المسيرة نعم والله هو استهداف شخصي واضح جدا لأنه أنا دائما أنتقد ودائما أطلع بالفضائيات وأتكلم عن الجانب التعليمي ودائما نقول علينا أن نقوم برفع المستوى العلمي هذا طبعا يغيظ الآخرين وبالتالي إما موضوع وزارة التعليم العالي أعتقد أن السيد الوزير قد وجه في الوزارة وأنا كنت يمكن قبل ثلاثة أيام مع معاون مدير القانونية في الوزارة كان أبدالي بأن السيد الوزير مهتم جدا في الموضوع وينتظر نتائج التحقيق التي قامت بها جامعة بغداد والأمور ما زالت لحد الآن غامضة لكنه هذا التصعيد اللي صار من قبل رئيسة القسم ومن قبل عمادة الكلية هو الذي أزعجني وبالتالي عندما يتم إهانة الأستاذ بهذه الطريقة باللفظ وأيضا مختبر يعني إخوان أنتم بتغيير يعني مختبر صار لثمان سنوات تم افتتاحه من قبل عميد الكلية ولم يتم استثماره لساعة واحدة هسا احنا أكو فرق بين أن تفتحه وتنظفه وتغسله وأكو فرق بين أن تستخدمه يعني حاسبات كاملة بدون أي عمل طيب والآن اللجنة الفنية عندما تحدثنا وقلنا ينبغي أن يتم تفعيل هذا المختبر قالوا بأنه الآن غير صالح للعمل طيب دكتور سعد يعني إنسا محتلية هل تتراجع حضرتك عن الاستقالة في حال تصحيح ما يحتاج للتصحيح وإذا لم يتغير شيء وتمت الموافقة ربما على استقالتك إلى أين ستتجه يعني في ظل لجوء العقول والكفاءات العراقية إلى الخارج ما هي خطوتك المستقبلية والله أنا قرار قطعي اتخذته أنه في حالة أنا أضع استقالتي أمام السيد الوزير من خلال الإعلام أنه في حالة عدم محاسبة الذي تجاوز باللفظ وعدم محاسبة المسؤولين عن تدمير مختبر قسم الجغرافية ومنع الذين يدرسون هذه المادة منذ سنوات من التدريس الآن وجلب آخرين دو اختصاص ويفيدون طلابنا في الدراسات العليا أنا أقدم استقالتي وممكن أرجع إلى الهجرة مرة أخرى وأترك العمل في الجامعات العراقية لأننا اليوم نتحدث عن بناء دولة بناء مجتمع بناء مؤسسات اليوم أبنائنا بالدراسات العليا أنا لم أطالب بقضية شخصية أبنائنا أخلي أوضح لكم الفكرة طالب الماجسسير طالب الدكتورة يحتاج بين 20 إلى 30 ورقة حتى يرسم خرائط الماجسسير والدكتورة إحنا بإمكاننا بأسبوع نعلمه يرسم وما يدفع هذه العشرين ورقة وبالتالي كل أولادنا هما ما أدوا إمكانيات هما يجون قوة مدبرين حالهم ممكن يأخذ لها ماجسسير بل كي يتعين فهذا اللي طالبنا بي إحنا ما طالبنا بي وضحت الصورة تقريبا من ست سنوات أنا والأخت الدكتورة رقية العاني إحنا ننطي محاضرات مجانية في نظم المعلومات الجغرافية